السلام عليكم نتمنى تكونوا على خير وبخير انتم تشاهدوا هذا الفيديو اليوم سنشارك معكم هذا الوصفة اللي هي رائعة والمكونات ديالها معروفة يعني الفعالية ديالها في الجسم انها تعطي واحد يعني غنية بالبروتين وبالفيتامينات وصراحة هاد الوصفة هادي يمكن يستعملها الصغير والكبير ما في هاته شي ضرر بالعكس المكونات ديالها غزالة وغانية بالفيتامينات والبروتينات ومزينها يعني يستعملوها احتى الناس اللي كي تريونيو اللي كي بغيو انهم يدخموا في العضلة ديالهم كنصحهم هاد الوصفة هادي بغيوهم غادي تعطيهم واحد نتيجة رائعة واللي كتعطيها في واحد الوقت قصير يعني ماشي وقت طويل انتم ما تتاكلوها يعني في اسابيع غادي تلاحظوا الفرق ديال هاد الوصفة هادي المهم باش ما نطولش اللي يكون بزا في الهطرة غادي ندوزو لطريقة تحضير هاد الوصفة هادي وشنوما المكونات اللي غنستعملوهم في الوصفة خليكم معايا بالنسبة المكونات اللي عنا في الوصفة غادي نحتاجو هنايا اخذيت 100 جرام ديال لاكاجو واللي حمرتو واحد شوية قطعتو هكذا قطع صغيرة وغادي نحتاجو لهنايا 100 جرام ديال اللوز اللوز عندي هنايا بلدي احسن يكون عندكم اللوز بلدي حيط اللوز البلدي يكون فيه ذيك الزوية دياله وهنايا عندي 100 جرام ديال الكوكاو اللي حمرتو وقشرتو يعني حيطلو ذيك القشور دياله وهنايا عندي واحد الحفينة ديال كرقة وحفينة ديال زنجلان يعني اخذيت منو مياه واحد الكيمية قليلة هي اللي متواجدة عندي يمكن لكم انتو يعني اتخذو ضحف الكيميات عملو بحل الكيمية ديال لاكاجو اللوز يعني 100 جرام صافي وغادي نجمعهم بالعسل هذو هما المقادير اللي عنده هنايا يمكن لكم انتو مضيفوا مقادير اخرى مثلا تزيدوا زراعة الكتان تايا مفيدة للجسم وتاياك تزيد في الوزن المهم هذو هما المكونات اللي عندي انا كتافيت بهذه المكونات سوف نضحنهم في المون ينقص كيف ما شفتو انا طحنت هنا الكاجو ما طحنتوش بزيان خليتو شوية مهرمش كيبقى اختيار ديالكم إلا بغيتوتو ما تطحنوه انا بغيت نخلي في حالة كده باش كتحس بدك الطعم ديالو مني كتكون قتاكلو صافي غادي ندوز المقادير كاملة وغادي نضحنها بنفس الطريقة يعني غا نخليها مهرمشة كيف ما شفتو هنيا طحنت المقادير كاملة وخليتها مهرمشة كيبقى انتو ما كيبقى لكم اللوز بللي خليتو فيه شوية ديال طريفات يعني باين ديال اللوز بغيتش نرجعو يعني مطحوم زيان خليتو على هاتش كلاده صافي دبقى غادي نخليط المكونات بلاسر يعني الطريقة ساهلة ما كتاخدش يكتبه يعني كبير ساهل التحضير وفغايموا هاد الوصفة هذي غزاله وغدي تجربوها وغدي تشكروني لان الفوائد ديال كل حاجة يعني غنية عن تعريف كل حاجة فيها فوائد كتير الجسم وغنية بالفيتامينات والبروتينات يعني بحل لك تاكلوه بروتين طبيعي ومزيانة بزاف الناس اللي كيكونوا كيتريني ويعني كيبغيوا تدخيم العضلة صراحة دب بروتين طبيعي ما عندو تشدارة للجسم بالعكس وكل حاجة في هاد الوصفة هذي مفيدة للجسم وكل حاجة فيها يعني غنية بالبروتينات ديالها كما قد لكم سافي الوصفة ديالنا غدي نجمعوها بالعسل يعني انا غدي نجمعها قد تولي عقدة شوية استعملت يدي حسن حيث اليد هي اللي عادي نعرف القياس ديالش حال طاقيق سنزيد ديال لاسل مغان قبقى على هالطريقة حتى نجمع المكونات ديالي حتى كتكوولي بحل عندي يعني كتوولي بحل حوشوة كنجمعها بزيان بلاسل انتم ما اللي بغيتوا يكون عندكم العسل كثير فيها كتزيدوا على القياس اللي بغيتوا انا بغيت يكون العسل يعني تكون المكونات غلابين على العسل كيفما كتشوفوا انا عملتها بهاد القرعة هذي ديال الجاش كيبقى شكل دياله بحل كده يعني كيفما قلت لكم كيجي فيها كيبقوا المكونات غلابين على العسل كتجي شوية يعني ما كتجيش فازكة بزاف كتجي شوية عقدة كتصير عملوها يعني كتحتفظوا بها في مكان اللي هو يعني مكان جاف وكتبقوا تاخدوا معلقة يعني في الصباح وتاخدوها في الليل صراحة المكونات ديال الغزالة والديدة يعني اللي اعطيتوها لولادكم غدي تعجبهم بزاف لان المكونات ديالها يعني الطعم ديالهم الديد اي عجبهم لانهم فيها العسل وكيف ما قلتلكم فغيمون غني بالفيتامينات والبروتينات وصفة طبيعية وفيها يعني بروتين طبيعي الناس اللي كيترينيو غدي تفيدهم بزاف غدي يتلاحظوا ان الوزن ديالهم غدي تزاد بوحد طريقة اللي هي طبيعية وصحية يعني ما غديش يكون عندهم واحد دهنيات في الجسم ولا غدي تكون عندهم واحد السمنة اللي هي مضرة بالعكس يعني غيكون عندهم واحد توازن في الجسم اي واحد فينا كيبغي يكون عنده واحد الجسم اللي هو متناصق ما يكون شرقيق ما يكونش غليط ماشي احنا يا كان عملوا هاد الوصفات بجزع ما الانسان هيكون غليط طريقة اللي هي ماشي صحية بالعكس انا حتى انا كنت كان عاني من نحافة ومع هاد الوصفات هادو يعني اغلاضيت و تزادت واحد الوزن اللي هو عندي وزن كي تساوي مع الطول ديالي وصراحة وصفات اللي هي طبيعية وما غديش تضرنا بالعكس انا فيها مواد اللي هي مفيدة الجسم وغنية كيف ما قلتكم بالبروتينات والفيتامينات وهاد الوصفة هادي ما عندكم ناش تخافوا يعني تقدروا تخليوها مدة طويلة في الدار ما غدي توقع على تشي حاجة لان فيها العسل العسل كي حافظ على الحاجة والصراحة هاد الوصفة كيف ما قلت لكم مع المداومة في مدة 15 يوم غدي تلاحظوا الفرق ان الجسم ديالكم غدي تزاد فيه الوزن وكي تزاد بوحد الواتيرة طبيعية وما فيها تشي ضرر للجسم كل شي طبيعي وما كان تشي حاجة اللي غد تخطركم بالعكس غدي تنفع الجسم ديالكم لان المكونات ديالها غنية بالبروتينات والفيتامينات وفيها بزاد المزايا كثير للجسم وغا تنفع حتى الوليدات الصغار اللي بغيتوا تزاد لهم الوزن ديالهم المهم كانت هادي هي الوصفة ديالنا كنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي التعليق كيف جاءتكم الوصفة واش لاحطوا شي فرق في الوزن ديالكم كنتمنى انها تكون يعني تفيدكم هاد الوصفة هادي وتجربوها ولأول مرة كيشاهد القناة ديالي ما تنساش تخليلي تعليق ديالك وتشترك في القناة واضغط على زر الجرس للسحر باش يوصلك الجديد دائما خليتكم على خير واسلام عليكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة